اهلا بكم مشاهدين ضبطت الضابطة الجمركية والامن الوقائي وبمساندة جهاز الامن الوطني والاستخبارات العسكرية والخدمات الطبية والارتباط العسكري فجران يوم 12 الف لتر سولار وبنزين غير قانوني بالاضافة لعددات ومضخات للتعبئة في بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة وأوضحت الضابطة الجمركية بناء على توجهات الحكومة إغلاق نقاط بين محروقات غير القانونية والعشوائية وتم تنصيق الجهود مع الأجهزة الأمية في محافظة القدس من أجل تقديم كامل الدعم والإسناد للجهاز في تنفيذ المهمة من خلال خطة محكمة لأهداف محددة مسبقا أغلق مؤشر القدس الرئيس في برسة فلسطين جلسة تداول اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 20% مرتفعا واحد فرزة ثلاثة نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة ولقي مؤشر القدس دعما من ارتفاع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 16% والصناع بنسبة 13% والتأمين بنسبة 20% فيما استقر مؤشر الاستثمار وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0 فرزة 0-3% وشهدت الجلسة تداول نحو مليون سهم بقيمة أو بحوالي مليون و745 دولار أمريكيا نفذ من خلال 193 صفقة وقادت تداولات سهم بنك الاستثمار الفلسطيني بنحو 682 سهما ونصف وبالنسبة لشركات الاكثر ارتفاعا فهي الوطنية لصناعة الألمنيوم نابكو يليها مركز نابلس الجراحية التخصصي والمشرق للتأمين وأدار الشفاء لصناعة الأدوية وأخيرا بنكو القدس أمل أن ننتقل إلى الأخبار الاقتصادية الدولية قال رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل إن بلاده تستهدف وصول العجز الكلي إلى نحو 8 فرزة 4% في موازنة السنة المالية 2018-2019 التي تبدأ في الأول من تموز المقبل وذكر اسماعيل في مؤتمر صحفي أن معدل النمو المستهدف يبلغ 5 فرز 2% في الموازنة نفسها ورفعت مصر النمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية في العامين الجاري والماضي إلى ما بين 15-15.5% من 14-18% وفقا لما ذكرته وزيرة التخطيط المصرية هالا السعيد في كانون الثاني وإلى الإمارات قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنك أنها وقعت اتفاقات مدتها 40 عاماً مع توتل الفرنسية لتمدح 20% في امتياز أم الشيف ونصر و5% في امتياز زاكم السفلي وأوضح البيان أن توتل دفعت رسوم المليار و45 مليون دولار للمشاركة في الامتيازين اعتباراً من التاسع من أدار نهاية الموجز الاقتصادي وعود إلا للمشاركة